موسيقى سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مشاهدين الكرامين ما تكونوا هذه حلقة جديدة من برنامج وينت هذا البرنامج الذي نلتقي فيه معكم لنناقش أبرز القضايا والمواضيع التي تتداولونها على مواقع التواصل الاجتماعي ربما العديد من القضايا منها ما هو سياسي ومنها أيضا ما هو اجتماعي وحتى رياضي ميليشيات الحوثي تمطر موقع أو بالقرب من موقع اجتماع اللجنة المشتركة في الحديدة بقذائف الهون في رسالة واضحة كما يقول الناشطون على عدم جديتها في السلام أيضا مارتين جريفث في جولة جديدة في المنطقة كان في العاصمة صنعاء التقى بوفد الميليشيات الحوثية هناك وحتى بزعيمها وحاول معهم جاهدا في مفاوضات شاقة بعد ذلك اتجه إلى الرياض في جولة في المنطقة ربما هناك دعوات لإنعاقات جولة مفاوضات جديدة وما إلى ذلك هذا الحوار البيزنطي المتناهي الحوثي يحاور فقط من أجل الحوار لا من أجل نتيجة وما إلى ذلك أيضا هناك تهديدات من ميليشيات الحوثي لأعضاء هيئة تدريس في جامعة صنعاء بل وصل الأمر إلى إهدار دم ربما دكاترة وأكاديميين في الجامعة وأخيرا قضيتنا الرياضية لليوم وهي خسارة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الإيراني في نهاية كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات العربية المتحدة هذه الخسارة والأسباب الكثير طبعا من الناشطين كانت ردت فعلهم بكثير من الغضب من المعقول ليس من المنطقين نقول أن تفوز على المنتخب الإيراني وحتى أن تخسر أمامه لكن أقل القليل أن لا تهزم بخماسية قاسية للغاية كل هذه المواضيع وردت فعل الناشطين ومناقشتهم لها نتداولها وأيضا نناقشها بعد فاصل قصير حياكم الله من جديد إذن إلى أولى التغريدات وتغريدة لفتح الباشا اللجنة الثلاثية المشتركة لتنسيق عادة الانتشار تعقد جولة جديدة من المباحثات في مناطق سيطرة القوات المشتركة أي المناطق المحررة برئاسة الجنرال كاميرت وغياب وفد الميليشيا الذي رفض الالتحاق بالاجتماع في ظل مخاوف من انشقاق أعضاء وفده قذائف هاون الميليشيا تهاطلت بالقرب من مقر الاجتماع إذن مخاوف من قبل الميليشيات الحوثي من انشقاق أعضاء لها لكن الأخطر من ذلك هو ربما إطلاق القذائف إطلاق قذائف الهاون على هذا الاجتماع أو بالقرب منه عدم رسال الوفد وأيضا إطلاق قذائف بالقرب من هذا الاجتماع هي رسالة واضحة لمن كان له عقل أو لمن يرى الأمور بشكل واضح ومنطقي فارس عيد ميليشيا الحوثي تواصل خرق وقف إطلاق النار وقذائف هاون تتساقط بالقرب من مقر اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة الجنرال كاميرت هذا الموضوع وإطلاق القذائف طبعا لقي كثير من النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي ربما كانت هناك منشورات غاضبة لماذا لا يكون هناك رد فعل من قبل الأمم المتحدة على كل هذه الخروقات لماذا لم يكن الأمم المتحدة رد على آلية المزمنة لاتفاق السويد على انسحاب الميليشيات من الميناء ومن مدينة الحديدة أو لم يكن الموعد السابع من يناير موعد انتهاء وخروج جميع الميليشيات من مدينة الحديدة وانسحاب أيضا القوات المشتركة لماذا تأخر الموعد وربما يأتي أو يمر عام ويأتي عام جديد ولم تنسحب هذه الميليشيات ببساطة ما أخذ بالقوة لا يمكن أبدا إطلاقا أن يسترد إلا بالقوة هكذا هو المفهوم الواضح لكل الناس لأن هؤلاء لم يأخذوا هذه المناطق سلميا هم لا يفهمون لغة السلم طبعا وهنا ليست دعوة حرب بقدر ما هي دعوة سلام كما قال العميد طارق نحن نحارب من أجل سلام لا من أجل الحرب في حد ذاتها وأيضا هذا هو دائما كانت حكمة ومأثور منذ القدم بأن الحروب تخاض من أجل السلام لا من أجل الحرب في حد ذاتها طبعا هذا من عند الناس وعند من يقدرون ويقدسون الحياة لا من يكون شعارهم هو الموت بكل أشكاله وبكل طرقه وسبله والأسف الشديد يرفعون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل لكن أتحدى وهكذا يقول اليمنيون ويتحدون هذه الميليشيا بأن تأتي بأمريكي قتلته أو إسرائيلي أو ما لذلك فيما مئات الآلاف من اليمنيين تم قتلهم من قبل رصاص هذه الجماعة الخارجة عن القانون محمدان عم ميليشيات الحوثي تقصف اليوم بقذائف الهاون قرب مقر اجتماع اللجنة المشتركة المنعقد برئاسة الجنرال كاميرت في الأحياء المحررة من مدينة الحديدة في انتهاك سافر لقرار وقف إطلاق النار أيضا تغريدة أخرى لكامل الخوداني الحوثي يرفض حضور اجتماع اللجنة الثلاثية بالحديدة احسموها عسكريا أثابكم الله أنتم تتعاملون مع عصابة لا عهد لها ولا ميثاق الحوار الوحيد واللغة الوحيدة التي تفهمها حوار البنادق ولغة الرصاصة كل ثانية تحاورون فيها هذه الجماعة وتؤخرون بها الحسم العسكري تلعنكم دماء الشهداء وأرواحهم ربما كانت هناك أيضا ردود فعل غاضبة أكثر ردود فعل متشنجة حتى في الشارع اليمني من هكذا تصرفات سواء أمام الأمم المتحدة أو أمام ما يسمى بالشرعية أو أمام التحالف أمام كل هذه القوى لماذا ربما هذا التماهي مع ما تقوم به ميليشيات الحوثي لماذا لا يتم اتخاذ القرار مباشرة فالفرصة قد وطيت كثيرا لميليشيات الحوثي ولم تثبت جدارتها في ربما أخذها أو المرور خطوة نحو الأمام لماذا هذه الميليشيات تتعنت يكفي ربما ممهامة وتماهي مع موقفها سام قحطان الحوثي رفض تسليم الحديدة ودعس اتفاق السويد وصرح بصوت عالي لن نسلم الشرعية والتحالف كذابين أزعجون تهديدات وقوات وهراء فاضي ولو مر يتجرأ ويدعس الحوثي كما بيدعس اتفاقاتهم ولو مر فقط هذه الميليشيات لا تلتزم بأي عهود ولا بأي مواثي قصفت حتى مواقع لبرنامج الغذاء العالمي بعد الفضيحة المدوية والمدوية في ربما حتى وسائل الإعلام العالمية التي تناقلتها بشكل لافت جدا سرقات المواد الغذائية كما سرقوا وطن وسرقوا كل شيء جميل في بلادنا حتى المساعدات التي هي للفقراء سرقوها بل وخرج كبيرهم وقال بأن تحول هذه المنظمات المساعدات لليمنيين كاش وبالدولار في محاولة منه ربما لا يتاعب نفسه في بيع المواد الغذائية خلاص يسلمها كاش وانتهى الموضوع حفيدة صلاطين في تغريدة له كانت الإغاثة الدولية مخزنة في كيلو سبعة بعد رفض الميليشيات تأمين طريق لتوزيعها لم يستطيع عبد الملك الحوثي سرقتها ولم يسمح بتوزيعها فقام بقصفها وإحراقها في المخازن يحاول هذا حرمان المواطن من أي لقمة عيش حتى ولو طاردها بنيرانه إن لم يستطيع الاستيلاء عليها إلى موضوع آخر في ذات السياق وزيارة مارتين غريفث ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المبادرة والاتفاقية في اتفاقيات السويد حول هذا الموضوع غرد عبد العزيز القوسي زيارة غريفث لصنعه مجرد حركات يضحك بها على الذقون وهي شبيهة بحركات بن عمر لو كان جاد مازار صنعه يراضي بهم كان من المفروض يتوجه إلى مجلس الأمم يبلغهم بصريح العبارة عن الطرف الذي أفشل محادثات السويد للمنسحب كذباً والرافض للإنسحاب الجاد من الحديدة والخارق للهدنة والممزق للأمة أيضاً تغريدة أخرى ليوسام باسندوا جولة زيارة غريفث بين صنعه والرياض لا معنى ولا طعم لها يفترض أن يقدم باتريك تقريره حول تطبيق اتفاق السويد ويشير للخروقات ومرتكبيها وأن يحدد بوضوح من المعرقل هذا ما أشار إليها الاتفاق لكن غريفث ما زال حانب بهذه التنقلات وكأن شيئاً لم يتغير ولا في اتفاق ولا هم يحزنون أيضاً تغريدة أخرى لنور الجروي غريفث والشرعية المزعومة ينقذان الحوثي من جديد كان المفترض أن تعلن الشرعية انتهاء الاتفاق بعد رفض الحوثي تنفيذ حتى بند واحد لا على العكس من ذلك الميليشيات تمضي في حفر الخنادق تمضي في تلغيم مزيد من شوارع الحديدة تمضي حتى إلى تدجين ميليشيات لها وإلباسها الزي العسكري بحيث أنها تكون أو توهم المجتمع الدولي بأنها سلطة المحلية التي تسلمت الحديدة وما إلى ذلك ودي عطا عبتاً يعمل الحوثيون على توطين مسلحيهم في الحديدة عبر منحهم هويات شخصية بتعديل محل الميلاد وكذلك قاموا بنقل موظفيهم الهواشم وتوزيعهم على مختلف الجهات الإدارية والإيرادية حوثنة الحديدة لن تمر حتى ولو بدلتم جلدكم أهلا بكم من جديد إلى موضع آخر أيضاً متعلق بالحركة الحوثية وما تمارسه هذه الجماعة هناك تهديدات لفاتن عبدو وهي أكاديمية ودكتورة في جامعة صنعاء وعضو هيئة التدريس في الجامعة هناك من قال أن الحوثيين أهدروا دمها هكذا يتناقل الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي حساب اليمن الجمهوري وهو حساب أخباري كان قد نقل تغريدة أو غرد بتغريدة على حسابه ذكر في ذلك قائلاً الحوثيون يهددون الدكتورة فاتن عبد محمد عضو هيئة التدريس بالجامعة صنعاء ويهدرون دمها ويحرمونها من منزلها البسيط على خلفية ذهابها إلى العاصمة المؤقتة عدن للبحث عن مرتبات زملائها التي تسببت جماعة الحوثي بوقفها منذ قرابة العامين طبعاً هذه الجماعة الكهنوتية الرجعية المتخلفة ترى حتى في زيارة هؤلاء الأكاديميين إلى عدن وربما استلام مرتباتهم ومحاولة استلام مرتباتهم من هناك بعد أن تم قطعها عليهم لسنوات ترى في ذلك جريمة وخيانة تتطلب حتى إهدار دم من ذهب إلى هناك العجيب والغريب أن هناك من القضاء تابعين لميليشيات الحوثي من يهدر أو من يقوم بالحكم قضائياً على بعض من يذهبون إلى عدن في حين أن هذا القاضي ربما يتسلم مرتبه من عدن أيضاً فليس عجيباً وغريباً أن يتم محاكمة الناس وأن تحكم على الناس بما أنت فيه من أين مرتبك إذن إذا لم يكن من عدن يأتي وهو أيضاً منهم في عدن ليس مناً ولا فضل منهم هذا واجب وحق كل من قال أنه حكومة ومسك البلد يجب أن يصرف مرتبات الناس هذا ليس فضلاً من أحد يجب على ميليشيات الحوثي مثلما هي تأخذ الضرائب وتأخذ الجبايات وتأخذ كل شيء من مناسبات دينية وما إلى ذلك تأخذ أموالاً عليها يجب أن تدفع للناس بدل العبث بهذا المال والمال العام لماذا لا تدفع هذه الميليشيات رواتب الموظفين أكثر من 175 ألف معلم فقط لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من عامين أوليست هذه جريمة من أين يأتي هؤلاء بالأموال من أين يأتي هؤلاء كي يصرفوا على أسرهم أوليس كل موظف لديه أسرة وراءه التزامات هناك إيجارات هناك تكاليف معيشة التي غلت بشكل كبير للغاية إذن إذا منعتوا الناس من الذهاب إلى عدن السلام مرتباتهم فمن أين يستلموا؟ هل أنتم ستقدمون على الخطوة وتعطونهم المرتبات؟ هذا شيء جيد هذا شيء جميل لكن أن تحرموهم من مرتباتهم ثم تمنعوهم من الذهاب لاستلامها من عدن فهذا كمن ربما لا يرحم ولا يترك رحمة الخالق أن تنزل على عباده عبد الكريم المدي بمنشور له الحوثية نبتة شيطانية استقت ماءها من خارج منابع التراث اليمني وهي حركة موجهة ضد مسيرة التاريخ اليمني والنظام الجمهوري الذي تتفيى ظله وحريته جميع الأحزاب على الساحة اليمنية ولا علاقة لها مطلقا بالنسيج الاجتماعي اليمنية هذه الجماعة حقا ليست لها أي علاقة بالنسيج المجتمعي اليمني هي ترى نفسها أنها سلالة نقية فوق الجميع ترى أن الحكم لها وأنها كما بني إسرائيل قالوا أنهم شعب الله المختار هؤلاء كذلك قالوا بأنهم أنصر الله وأن الله سبحانه وتعالى قد اشتبى الحكم فيهم والولاية والإمامة وما إلى ذلك من هذه الهرطقات والخرافات هذه الهرطقات التي هي خارج التاريخ وخارج حتى قيم وعادات المجتمع اليمني وحتى القرن الحادي والعشرين الشعب اليمني تعود على الديمقراطية ومبادئها وكل ذلك لا يمكن أن يقبل بولي وفقي ووصي ياتيه من جبال مران أيضا من جرائم الميليشيات الحوثية هي تجنيد الأطفال وحرمانها للأطفال من المدارس التقرير الجديد في اليوم العربي لمحو الأمية ذكر أن الأمية في بلادنا ازدادت بشكل مخيف ومرعب خلال الخمس السنوات الفائتة هذا نتيجة هذه العصابة ومغامراتها وما تقوم به وهي حقا أساسا في الأساس لا تريد للمجتمع أن يكون متعلما واعيا أن تريد فقط ملازم سيدها أن تعلمهم وهو كافي في نظرها فاصل ثم نكمل بعده الحلقة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مجددا إلى آخر مواضيعنا في حلقة اليوم وهو موضوع رياضي خسارة منتخبنا الوطني أولى مبارياته الافتتاحية في كأس آسيا المقامة في الإمارات كانت هزيمة ثقيلة للغاية من نظيره الإيراني ربما البعض لام الاتحاد البعض لام الظروف والوضع في البلد طبعا كما هو معروف الدوري اليمني متوقف منذ خمس سنوات لا وجود لأي بنية احتية رياضية تم قصف الملاعب تم تدميرها كل هذه الأحداث أثرت سلبا ربما على المنتخب الوطني هناك أيضا لاعبين من المنتخب الوطني كانت لهم تجربة احترافية في ربما الدور القطري الدور العماني الدور الإماراتي ودوريات أخرى لكن للأسف الشديد كان الاحتراف في ربما ليس الدرجة الأولى في الدوريات هناك وإنما الدرجة الثانية والثالثة وأيضا لدينا لاعب محترف في الدور البرازيلي أحمد أسروري لكن كل ذلك لم يشفع لمنتخبنا الوطني وخسر خسارة قاسية كانت ردة الفاعل ربما في مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة جدا خصوصا أن الهزيمة كانت ثقيلة للغاية أحمد الضامري علق بمنشور له على ما حصل مع المنتخب في فيسبوك قائلنا ألم يدرك أحمد العيسي أنه يعمل بمنظومة فاشلة وأشخاص انتهازيين يضرونه قبل أن يضروا كرة القدم اليمنية قبل الحرب نخسر بعد نخسر والوجع يطال محبي كرة القدم اليمنية في الداخل والخارج الخسارة واردة من إيران للفارق الفني بين المنتخبين لكن كيف كانت الخسارة وكم حذرنا من الذهاب إلى كأس آسيا بعقلية إعداد فريق لدور حارات كرة القدم هي الشيء الوحيد الذي وحد اليمنيين وأنسانا وجع وألم الوضع في اليمن لكن معظمنا نام مساء الأمس موجوع القلب من خسارة مذلة كانت متوقعة لكنها خرجت بسيناريو مؤلم نصيحة لأحمد العيسي أترك كرة القدم اليمنية فأنت في غنى عنها وابحث عن من يحب كرة القدم اليمنية لا من يبحث عن جيوب أحمد العيسي منشور آخر أيضا هذه المرة لأحمد الأشقر حول ذات الموضوع منتخب اليمن يدفع ثمن الفوضى في بلاده منذ عام 2011 هناك أيضا منشورات عديدة تحدثت عن منتخب الوطني والكثير من الكلام والحبر حول هذه النقطة بالتحديد والخسارة بالفعل المذلة من قبل المنتخب الإيراني لكن نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في بقية المباريات ومشواره أيضا في البطولة كان المنتخب العراقي أيضا والمنتخب الفتنامي لذان يلعبان معنا في نفس المجموعة قد ظهر في الأمس بأسلوب جيد ولعب جميل وممتع وكانت مباراة متكافئة نسبيا لم يستطع المنتخب العراقي اقتناص الفوز إلا في اللحظات الأخيرة منتخب فتنام كنا في الماضي نتجاوزه ربما بالعديد من الأهداف بالخمسة وبالستة وبالسبعة وكثير من المنتخبات كانت لا تشكل لنا هما إطلاقا لكن كرة القدم تطورت في تلك البلدان ونحن تراجعنا إلى الخلف كثيرا اليوم أو بالأمس فتنام قارع العراق وستطاع أن يصمد أمامه بل وأن يسجل في شباكه هدفين وانتهت المباراة عموما بثلاثة أهداف لهدفين لصالح المنتخب العراقي تهلنا للمنتخب العراقي ونتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا في مبارتيه المقبلتين أمام المنتخب العراقي من ثم أمام المنتخب الفتنامي حتى ولو حققنا مركز ثالث مركز ثالث ومؤهل أيضا لدورة 16 سيتم اختيار ربما أفضل أربعة ثوالث في المجموعات نتمنى أن نحصل ربما على أفضل من أن نكون من ضمن أولئك لا أن نخرج من هذه البطولة بخفة حنين نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني ونتمنى من الجميع أيضا أن يسانده خاصة الجالية اليمنية في الإمارات كل التوفيق للمنتخب أما أنا فأكون قد وصلت بذلك إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج وينت حتى المنتقى في حلقة الغد في أمان الله وحفظه ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة